لوحة نموذج الأعمال هناك ما سميت بالعناصر التسعة للنموذج هذه العناصر التسعة إذا كان لدينا معلومات كاملة واضحة عن هذه العناصر التسعة كلما أستطعنا أن نكون لوحة لنموذج الأعمال سهلة وبسيطة ومبسطة وننفذها بالطريقة المناسبة فأول هذه العناصر التسعة ما يسمى بشرائح العملاء من هم العملاء وما هي شرائح هؤلاء العملاء والعملاء يختلفون من منظمة إلى منظمة من شركة إلى شركة حسب متجاتها حسب خدماتها حسب الفئة المستهدفة الفئة العمرية، الجنس الذكر والأنثى، الثقافات، العلم، المعرفة، العادات، التقاليد كل هذه تتعلق بشرائح المجتمع فكلما كان عندنا شرائح المجتمع واضحة، جلية، لديه معلومات كاملة عنها كلما أستطعت أن نحقق المنتج أو الخدمة حسب نوعية الشريحة لهؤلاء العملاء القيمة المكترحة، القيمة المكترحة من عملية التنفيذ، القيمة المكترحة من ما هي تلك التكاليف التي قد تكون متطلبة لي في عملية التنفيذ وذلك نجد أن القيمة المكترحة هي ما سيتم تنفيذ أو ما يتم تحقيق الربحية من خلاله كم سيدفع حتى أحقق هذه المنتجات أو هذه الخدمات القنوات، ما هي تلك القنوات التي من خلالها أصل إلى العملاء؟ ما هي تلك القنوات التي قد تناسبني أو قد تكون مناسبة لهذه الشركة حسب وضعها المالي أو وضع أفرادها أو وضعها التقني إلى آخره؟ العلاقات مع العملاء، لابد أن نبني علاقات قوية، علاقات مبنية على الصراحة والصدق والثقة حتى نبني نوع من الولاء بين هذه الشركات وبين هؤلاء العملاء ما يسمى مصادر الإرادات، من أين إراداتي في تنفيذي لأعمالي أو تنفيذي للمشروع؟ هل إراداتي من قنوات تجارية؟ من مدخرات؟ هل لا بد أن تكون واضحة؟ كذلك الأنشطة الرئيسية في تنفيذي لأعمالي، ما هي تلك الأنشطة الرئيسية التي تعتبر هي الركيزة الأساسية في تنفيذ الأعمال؟ هي الخطة الأولى أو ما يسمى الخطة الاستراتيجية في تنفيذي لأعمالي؟ كذلك الموارد الأساسية من أين أجد تلك الموارد الأساسية في تنفيذ الأعمال كيف أتبنى فكرة أن يكون لدي موارد أستطيع من خلال تنفيذي لأعمالي الشركات الأساسية من خلال من سأعقد تلك الشركات هذه الشركات هل هي متطلب لفترة زمنية معينة أو قد تستمر معي إلى نهاية مطاف هذه الشركة كذلك هيكل أو ما يسمى هيكل التكاليف ما يقصد به التكاليف سيتم صرفها في تنفيذي لأعمالي وكيف أصل إلى مجال الربحية أو أصل إلى عملية التخمين أو ما يسمى التنبؤ بالربحية من خلال معرفتي لهياكل التكاليف الخاصة في هذه المنظمة أو هذه الشركة